لا تزال كييف تحت ضغط القصف الروسي بجميع أنواع الصواريخ والقاذفات من البحر والبر والجو وسط مقاومة باسلة أبداها الأوكرانيون من جيش ومواطنين أسقطت رهانات موسكو التي كانت تظن أنها ستدخل العاصمة الأوكرانية في لحظات وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني الروس إلى الضغط على بوتين لوقف الحرب فإنه أكد أن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها وأحرجت غطرسة الجيش الأحمر مئات المدنيين الأوكرانيين قتلتهم الماكينة العسكرية الروسية في حصيلة أولية من المرجح ارتفاعها مع استمرار الحرب يقابلها نحو ثلاثة آلاف جندي روسي قتلوا بنيران الجيش الأوكراني المدافع عن سيادة أرضه وكرامة إنسانه ومع اشتداد المعارك الضارية واستمرار بوتين بدق طبول الحرب تتضارب الأنباء عن مصير السلام المنتظر فموسكو تؤكد أن كييف مصر على رفض المفاوضات والأخيرة في المزاعم الروسية وتؤكد أنها من دعاة السلام الذي انتهكته موسكو أمام مرأة ومسمع من المجتمع الدولي وعلى الجانب الآخر أغلب دول العالم تندد بالعدوان الروسي وتتأهب لتقديم الدعم لأوكرانيا وإن كان دعما لا يرتقي إلى مستوى ردع الغاز ومعاقبته بحسب الأوكرانيين كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب وكيف ستكون خارطة أوروبا الشرقية بعد انتهائها الأيام المقبلة وحدها من تمتلك الإجابة اشتركوا في القناة